في ظل المجلس العسكري والانتخابات ومشاكل الانتخابات والقوانين والوقافات اللي حصلت في مدان التحرير يوم الجمعة لكن المجال الرياضي مستمر والأجمل انه الجمهور اللي حضر المباريات امبارح كان ملتزم جدا وكان حاجة شياكة جدا امبارح طبعا لعب فريق الزمالك مع حرس الحدود وامبي مع المقاولين امبي والمقاولين ضربات الترجحية وغلب عشرة تسعة ولعب مية وعشرين دقيقة زائد كان فيه ما شاء الله نفس جميل جدا في الملعب وكان فيه كلنا شفنا طبعا الماتش كان فيه ندية ما بين فريقين قوي وفي نفس الوقت فريق الزمالك مبروك للزمالك فاز على حرس الحدود اتنين واحد وكان فيه شوية ملاحظات لكن غلب ويستاهل انه هو يفوز على حرس الحدود نتكلم عن الماتشين دول النهاردة مع الكابتن اللي مشرفني النهاردة كابتن مصر الكابتن فاتحي مبروك المدير الفني لفريق الشباب بالنادي الاهلي الصباح الخير يا فاني صباح الخير يا فاني صباح الخير يا فاني هراك سعيد نورتنا ربنا يخليك نبتدي الأول بالفريق الماتش المبين امبي والمقاولين وانطباعك ايه عن الماتش عموما وخصوصا انا كان شايف فيه ندية جمدة جدا ما بين الفريقين لا اول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مباراة امبي والمقاولون انا شايف ان هي مباراة فنيا كانت عالية جدا الناس حتى كلها شدت للمباراة الناس اتفرجت على المباراة اتفرجت على اداء من اللعيبة اداء فردي اداء جماعي تكتيك هاي المدربين ومارس من 120 ديه زي ضربات الجزاء اللي هي بتشد الناس قوي يعني فيه اصارة في ضربات الجزاء عشان كده بنقول ماتش امبي والمقاولون كم ماتش انا شايف انه على درجة عالية جدا من الكفاءة الفنية وانا بشيد فعلا بمدير الفنين كابتن محمد ردوان المدير الفني لفريق المقاولون والكابتن مختار المدير الفني لفريق امبي هو بقول ان هما فعلا قدوا مباراة رائعة ويستحقوا كل تحقوا يستحقوا كل تقدير ان المباراة خرجت بهذه الصورة الجميلة كابتن فاتح ايه مميزات فريق امبي اللي انت شفتها مبارا وفرقة امبي يمكن فيها عناصر ما شاء الله دلوقتي اصبحت على الساحة الدولية عناصر مميزة عناصر مميزة فيها ناس بتلعب دوليين يعني عمر فهيم كان دولي محمد ابو جبل ايضا دولي في محمد ناصف اللعيب في المركز الجنب الشمال لعيب دولي في نادر العاش في وسط الملعب في محمد شعبان دولي في وسط الملعب فكابتن مختار عنده فرقة امبي فيها دوليين احمد عبد الرؤوف احمد عبد الزار كل دول دوليين فاصبح عادل مصطفى كان دولي ولكن ترمومتر اداء امبي واصبح دلوقتي يعني تقدر تقول تكره محمد ابو تريكا في النادي الاهلي لانه عادل مصطفى هايل يعني منها العيبة اللي اجادت امبارح فيه الادوار واجادت امبارح فيه قيادة فريق امبي ففرقة امبي بتجمع فعلا عناصر صغيرة وعناصر ايضا شبرتها وعناصر دوليين بتلعب بشكل منظم بتلعب بشكل منظم يمكن هو الحتة الهجومية يمكن تتأميز عن المقولين شوية لانه عنده احمد عبد الزار ورحمد عبد الرقوف وبعد كده ملاي عبد يفونيه وعنده عادل مصطفى اصبحت العناصر الهجومية او الشكل الهجومي اللي فريق امبي ممكن انه كان يختف المباراة يختف المباراة في اي وقت لانه عنده عناصر مميزة في الحتة الهجومية المقولين عنده لعيبة كويسة اوي وبتقدر تسيطر على وسط الملعب وعنده ايضا لعيبة فيها المنتخب الامبي ومحمد بنني ومحمد صلاح وعالي فتحي في الجنب الشمال وباسم عالي في الجنب اليمن عنده عناصر حلوة او مميزة ولكن انا حاس ان فرقة المقولين ان شاء الله في الدور الممتاز ان شاء الله هبقى ليه شأن وكهينكوس او ولكن عايزين الحتة الهجومية يبقى عندهم رؤوس حربة تقدر تستغل الفرص وتقدر تبقى عندها حسة التسجيل احنا الكاس 2011 بفكرنا شوية ب2008 بانه الاهلي لما خرج من الكاس الله عالم بقى مين اللي هيكسب المرة دي انما نتكلم شوية عن اللي حصل مع فريق الزمالك وحرص الحدود مبارح لا وطبعا لو جينا بصنا برضو المباراة يعني انا ما استمتعتش بيها فني يعني برضو خلينا واقعين الاستمتاع الفني انا استمتعت بماتش المقولين وانبي استمتاع فني هاي كراجل مدير فني ما بعد بشوف شغل كويس اوي في الملعب ماتش الزمالك يمكن على فترات كان على فترات نت الزمالك كان في اول امر ضاغط بيلعب باسلوب ضاغط في وسط ملعبه ده اسلوب هايل انه بيلعب باسلوب ضاغط بيحرم حرس الحدود من وصول مرمى عبدالواحد فطبعا الزمالك على فترات فيه فترة يمكن من الفترات ابتدى فيه هبوط فيه المستوى خصوصا في وسط الملعب خصوصا في وسط الملعب حرس الحدود انا شايف ان حرس الحدود تجديد الفرقة وتجديد ايضا خط الدفاع يمكن من اسباب الهزيمة من اسباب هزيمة حرس الحدود من برح خط الدفاع لان خط الدفاع استغنى عن ناس كتير يعني اسلام الشاطر هني سعيد العناصر المميزة احمد كمال في الجنب الشمال العناصر المميزة اللي كانت فيه دفاع نادي حرس الحدود أصبح حرس الحدود فيه هزة فيه الناحة الدفاعية. كابتن فاتح ليه حسنا كلنا طبعا أكيد يعني جمهور الأهلي وجمهور الإسماعيلي وجمهور كل كانوا بيتفرج مبارح على الماتشين دول كل الناس قالت وأجمعت إنه الشوت الأولاني كان للزمالك كان قوي جدا إنما مستوى الزمالك بشكل عام يعني قالت جدا في الماتش في الشوت التاني. في الشوت التاني. عشان كده أنا بقول لك هو لعب أجهد نفسه أوي يعني أجهد نفسه أوه وكان عايز يأخد الماتش من أول ويمكن تحقق لهم أعراض إن عمر زافي جاب هدف كويس أوي في الديها تلاتة والزمالك كان بلعب بأسلوب زي ما قلت لك أسلوب الضغط يعني بيضغط على فرقة حرس الحدود دي بيتؤدي لبازل جهدي كتير أوي يعني بازل وارتدات بقى المنطقة الدفاعية وشغل كتير أوي. إن الزمالك حضرتك بدون قطع كلامك إن الزمالك يضغط من أول هل ده كان خوف إنه حرس الحدود يخطف في الأول جنين وما يقدرش الزمالك يعوض لا أولا مش خوف وإسلوب لعب. يعني إسلوب لعب المدير فني كابتن حسن الشحيطة إسلوب لعب إنه هو عايز يتفوق من الأول يعني عايز يتفوق من الأول إنه ما يديش فرصة الحرس الحدود يأخد الساكة وهين ألف وسط ملعبه. فكان بلعب بإسلوب ضاغط من نص ملعب حرس الحدود. وده إسلوب هايل يعني فيه فرق كتير قوي يمكن بتلعبه. وإنا شايف إن حتى كان شكبالة كان بيضغط حسن حمدي بيضغط عمر زاك بيضغط. فكل كل الأجناب كان بتضغط. حتى اللاعب وسط الملعب بيضغطه. نعم. فد السيطرة لنادي زمالك في الشرط الأول. نادي زمالك بزا الجهد كبير قوي وبدليل يمكن زي ما أنت بتقول كده فادي إن حصل ضرب في الشرط التاني في اللقاء البدنية لبعض العناصر أو بعض اللاعبين في فرق الزمالك يعني سببه إنه كان فيه مجهود كبير مجهود كبير. مجهود كبير. وتعبه وما تشاطي الكاذبة تبقى فيها بس لجهده أكتر. إن هي ما فيهش تعويض. لازم حد يكسب. لازم حد يكسب. لازم الناس كلها تشتغل تشتغل منظومة واحدة. سواء تنظيم دفاع أو تنظيم وجومي. وتشتغل بأسلوب المدير الفني بيحتاجه كابتن حسن شحاتة هل تفتكر هو واحد من ضمن الأسباب إن الزمالك في هذا مبارح؟ هو كابتن حسن شحاتة يعني والجهاز اللي معه حقيقي بيتعامله درقته بكل موراه على حد وبيتعامله بهدوء. بيتعامله حسب المواقف. يعني مبارح كابتن حسن شحاتة المواقف حس إنه وسط الملعب بيضيع منه في فترة من الفترات يبتدى يغير. يبتدى يغير حسن حمدي. يبتدى لعب أحمد توفيق في وسط الملعب. يبتدى حسن أحمد حسن مجهوده قال بعد السرول اللي عمله حتى العمر زاكفي الهدف التاني. يبتدى يدع عمب أحمد سمير. فالكابتن حسن شحاتة بيدير اللقاء حسب الموقف اللي قدامه وحسب الفرقة اللي قدامه وحسب إنه هو رؤيته اللي فرقته إيه؟ ودي طريقته عموما. ودي طريقة ودي طريقة طبعا. دي الكوتشنج. يعني الكوتشنج هو لازم يبقى كده. تمام. الكوتشنج زا مالك بتلعب بروح لأن الجماهير العظيمة بتعلى في الناد الزا مالك على فكرة بتساهم وبتساعد فرقة نادي الزا مالك إنها تجيد وتكسب. وده تقريبا. غالبا السيناريو المتوقع لما حيلعب الزا مالك مع أمبي. هو طبعا. يعني بالنسبة للجماهير لأنه جماهير أمبي يعني قليلة جدا مقارنة بجماهير الزا مالك. يعني بس العنصر الأول في كرة القدم أصبحت في مصد الثالث جماهير. كوي. فأي فرقة عندها جماهير بتدي دوافع للعيبة. يعني الجماهير برضو بتدي دوافع لعيبة. جماهير الزا مالك مبارح ما شاء الله ماليا الملعب. ود الدوافع للعيبة من قبل الماتش بتشجع. وأثناء الماتش بتشجع. حتى ما كانت الزا مالك متعادل كانت بتشجع. فأصبحت النهار ده الجماهير. الجماهير الأندية الكبيرة بتساند الفرقة بمساندة قوية جدا. لأنه برضو نتز مالك يهمه أنه يحرز بطولة بعد غياب بطولات ممكن فترة كبيرة. بيهمه يحرز بطولة في طبعا مع تولي كابتن حسن شحاتة والجهاز الفني المسئولية. فكابتن حسن شحاتة وتعامله أيضا مع الجماهير وتعامل الجهاز الفني مع المواقف داخل الملعب. أصبحت فيها هدوء بتساعد أن الفرقة يتلعب كرة أو بتساعد الفرقة ما فيش شيء من التوتر. بعكس السنة اللي فاتت. نعم. كابتن حسام يعني كان متوتر. ما بيقعد على الخط متوتر. فبيخلي اللعبة تزداد توطرا داخل الملعب. نعم. ودي مهمة جدا في المدير الفني أنه هتعامل بهدوء مع مواقف بتبقى صعبة جدا. حلو. على فكرة ده في السياسة برضو. يعني يزم برضو في السياسة الواحد يبقى مراكز كده ومتعقل في قراراته بشكل عام. عشان يكسب الجهاز الفني. يعني هو الميزة اللي في جهاز الفني نزمهك دلوقتي فيه هدوء فيه التعامل معبرد. يعني الكابتن حسن شحات حتى مدي السلطة والحرية الكاملة للكابتن اسماعين يوسف يدير على الخط كويس. طبط السكسي السكسي. ولكن هو بيخش بقى في المواقف اللي تحس فعلا الفرقة فيها حاجة بيبتدي هو. ودي سياسة حلوة. المدرب النهاردة المدرب العام. هو اللي هو في النهاردة بيتكلم على الفرقة هو النهاردة أنا مش عايز يتفهم كلامي غارت لكن اللي بيبقى واثق في نفسه وواثق فلعبته بيبقى لحد ما هادي. ما عشان لعبت الزمالة كلها خبرات دولية زي ما اتبقت معها خبرات دولية هم تيض بص الجميع الخطوط هتلاقي عبدالواحد هتلاقي محمود فتح الله هتلاقي محمد عبدالشافي عمر جابر هتلاقي دلوقتي حازم هتلاقي فيه عناصر كلها أحمد حسن أبريم صلاح هتلاقي فيه عناصر كلها مميزة عناصر الدولية. كويس. يعني عناصر الدولية بغض النظر عن حسين حمدي آه لسه وفادي دلال زمال الجديد ولكن عمر زاكي وشكبالا كلها عناصر الدولية في العناصر الدولية نهاردة حتى بتخلي المدير الفني قاعد نهاردة فرقتي بتؤدي نهاردة فرقتي ايه اللي انا عايزه المطلوب ايه اللي انا عايزه بتعمله. فالخبرة الدولية او اللاعب الدولي له ثقل في الملع لو قيمتلي بعد اذنك عمر الزاكي في الملع مبارح. ها عمر الزاكي انا شايف مبارح نمرة واحد في الملعح. يعني حقيقي وسائل الإعلام كلها النهاردة طالع عمر زاكي حتى على الفيسبوك على التويتر كله طالع بعمر زاكي أنه قد إيه هو بذل مجهود في الملعب وقد إيه هو كان بيلعب كويس ده بغض النظر عن الجنين الحلولين اللي جابهم ولكن أداء أداء كويس قوي روح عالية جدا عمر زاكي إلا أثناء في المنتخب منتخب مصر في فترات كبيرة مشوفتش عمر زاكي في نادي الزمالك بيلعب بهذا الإسلوب الروح القتالي العالي قوي اللي مبارح عشان كده ربنا كافؤه ده سببه إيه؟ يعني ربنا كافؤه بعد إذنك قالش ده سببه إيه؟ ما هتحدث تقولي أنه أريد يا لأ يعني أكيد كان لعيب برضو يعني قبل كده لكن ليه ده ظهر؟ عمر زاكي يعني الناس اتكلمت عليه السنة اللي فاتت أنه مشتركش أنه عنده مشاكل أنه مش عارف عايز يمشي الأمور كلها فأصبح النهاردة فيه ارتقاح نفسي بين المدير الفني كابتن حسن شحاته وبين عمر زاكي أن عمر زاكي كان معك كابتن حسن شحاته في المنتخب فأصبح عمر زاكي النهاردة لازم يثبت جذارته لازم يثبت أهميته اللي فرقت نادي الزمالك فشكده بقولك مبارح بيلعب بروح حاليا قوي ودي أنا شايف حاجة إيجابية في لعيب أنه هو عايز يثبت ذاته وكيانه ويبعد بقى عن الكلام اللي حصل في السنة اللي فاتت أو الكلام أن عمر مش عايز يلعف نادي الزمالك أن عمر بيتمارد أن عمر بيدعي الإصابة لا هو أثبت مبارح أنه فعلا يستحق كل تحاوى تقدير واحترام الجميع زي ما قلت كل النهاردة بتتكلم الناس عن عمر زاكي بغض النظر على الجلين ولكن فيه حتى تحس أنه فيه قيادة يعني هو حتى بيدي اللعيبة بفرصة النهاردة أن يبقى فيه روح حتى هو متعادل فيه روح وفيه أشياء